والحقيقة كده كده خلصت أخبارنا للفرق الجماعية لسه عندنا خبر واحد أو وحيد لنجمتنا في النادي الأهلي ميار الشريف لعيبة التنس ولعيبة منتخب مصر وللحقيقة للأسف ودعت بطولة جوادة لخارة البطولة الدولية للتنس ودعتها الحقيقة في هزيمة طبعا من بطلة إيطاليا كاميليا جورجي بنتيجة 2-0 لصورة ميار الشريف نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر وجدت نتيجة المجموعة 7-5 مجموعة قوية جدا و 6-3 في مطش استمر لساعتين إلى 10 دقائق 110 دقيقة ميار بتحتل دلوقتي المركز 33 على مستوى العالم في التصنيف العالمي ولسه قدامها كتير طبعا أكيد تحققوا عشان تخش في التوب 20 وتبقى يعني حطت نفسها في يعني أحسن ريكورد تاريخي لأي لعبة للتنس الأرضي في مصر كل التوفيق لبنت النادي الأهلي وبنت مصر بإذن الله تعمل خطوات كويسة الفترة اللي جاية وإن شاء الله نتمنى لها كل التوفيق ولسه فيه بطولات كتيرة الموسم لسه في بدايته إن شاء الله توفق وتدم وجمع نقاط كبيرة خاصة من البطولات الجيران السلام الكبيرة اللي بتشارك فيها دايما ميار شريف بشكل كبير